بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم بشهادة مولانا الإمام الحسين عليه السلام زوج يقوم بطلاق زوجته لأنها تريد الذهاب معه لزيارة الأربعين وهذه يعني مشكلة كبيرة وعنوان مؤسف وهذا الحدث قبل قليل في محافظة البصرة يعني عندما نجد أن البعض وليس الكل يتعامل مع زيارة الأربعين مع الأسف الشديد بأنها زيارة فقط ذكورية وليس من حق المرأة أن تشارك فيها هذا أمر مؤسف جدا مع أن الإمام الصادق عليه السلام قال وما زال قوله مألوف في جميع كتب الشيعة بأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام واجبة على النساء والرجال وعلى المرأة أن تسعد السيدة فاطمة عليه السلام بزيارة ولدها الحسين يعني بمعنى أيها الزوج المبارك إنوي هذه النية بأنك تريد إسعاد فاطمة ألا تريد إسعاد فاطمة عليه السلام وهي تعيش الآن في قمة الحزن على ولدها الإمام الحسين هس لو يأتي شخص من قبل السيدة فاطمة عليه السلام وقال لك السيدة فاطمة عليه السلام تكون مسرورة سعيدة إذا أنت أتيت بزوجتك أتيت ببناتك إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام إلى الزيارة لأن ولدها الإمام الصادق عليه السلام قال وعلى المرأة أن تسعد فاطمة عليه السلام بزيارة ولدها الحسين هل يعني أنا أقول من المستحيل أنك تقول لا لن آتي بزوجتي وبناتي مستحيل أعلم بأنك أو بأعلم بأن لديك من الحب الكبير للسيدة فاطمة عليه السلام بل أنت مستعد بأن تضحي بنفسك وتضحي بعائلتك كلها لأجل إسعاد فاطمة عليه السلام وإدخال السرور على قلبها نعم على الزوجة قدر الإمكان أن لا تجعل الأمر يعني فيه إلحاح كثير لأن الزوج عادة لا يحب الإلحاح وربما لديه المبررات وربما لديه الظروف المعينة فإذا استطاع أن يفعل ذلك فعلى المرأة أن تطلب منه ذلك ولكن إذا كانت هناك حقا ظروف مانعة ظروف قاهرة عند الرجل ولا يريد أن يستحبك مع الزيارة فعلى الزوجة أن تفوض أمرها لله وهي قد أبرأت ذمتها أمام السيدة فاطمة عليه السلام وتقولين يا مولاتي يا فاطمة نعم قال مولاي الصادق عليه السلام بأن على المرأة يعني أن تسعد فاطمة عليه السلام بزيارة ولدها الحسين عليه السلام ولكن زوجي لديه ظروف قاهرة وقلت له ألححت عليه قليلا وهو لا يقبل الآن أصبح الأمر ليس بذمتي بل بذمته هذا أمر مهم جدا ولكن يعني رعاية المفروض من الزوج إذا لم يكن لديك ظرف قاهر وليس لديك ظروف مانعة وأنت ترى بحمد الله عز وجل آلاف النساء يذهبن إلى زيارة الأربعين وزيارة الأربعين هي ليس الزيارة الذكورية عندما قال الإمام العسكري عليه السلام من علامات المؤمن زيارة الأربعين فليس القصد هو فقط الرجل الذكر وإنما كذلك المرأة الأنثى جيد يعني هذه الكلمة من علامات المؤمن زيارة الأربعين ليس فقط بيقصد الرجل وإنما حتى المرأة من علامات إيمانها زيارة الأربعين فلماذا أنت تريد أن تكون مؤمنا بأهل البيت وأن تكون لديك علامة من علامات الولاء والتشيع لأهل البيت ولا تحب ذلك لزوجتك وعيالك نعم إذا أنت تقول بأن هناك ازدحامات وربما الزوجة تتعب وربما الأطفال يتعبون إلى غير ذلك فأشاركك في رأيك أنت الخاص ليمشوا قليلاً يعني بمعنى امشوا قليلاً واركبوا مسافة امشوا قليلاً واركبوا مسافة إذا كنت أنت من الذين زاروا الإمام الحسين مثلاً مشياً لخمس سنوات سبع سنوات اجعل فالسنة من السنين لزوجتك وعيالك واعلم كل العلم بأن فيها من الأجر إذا لم يساوي الأجر الذي كنت أنت تمشي فيه ربما يكون أعظم لأن الإنسان عادة إذا ذهب لزيارة الإمام الحسين لوحده لديه الأجر والثواب فكيف إذا جاء بمجموعة يزورون الحسين الحسين يفرح يسر جداً عندما تتكفل بمجموعة من محبينه بمجموعة من شيعته ومواليه وتأتي بهم إلى الزيارة أجرك غير محدود أجرك غير محدود إطلاقاً فليس من اللائق وليس من الصحيح بأن الزوجة هس مهما كانت هي إمرأة ولديها قلب ومشاعر كما أنت اليوم لديك قلب ومشاعر وتريد بكل كيانك أن تواسل حسين وتستقبل الإمام السجاد والسيدة زينب في كربلا كذلك هي تريد أن تواسي الحسين عليه السلام وتستقبل الإمام السجاد والسيدة زينب سلام الله عليها فلا بأس بأن الزوج يرحم بزوجته ومهما كانت عواطفها لا يؤدي الأمر إلى الطلاق نعم سمعت كلمة منها ربما أزعجتك وآذتك كما قال النبي صلى الله عليه وآله من تحمل من زوجته كلمة كلمة وحدة تحملتها من زوجتك غثتك أذتك تحملتها أنت يقول النبي صلى الله عليه وآله وجبت له الجنة وجبت له الجنة وعندما أنت تتحملها وتأخذها في الطريق إلى كربلا وتسعد فاطمة لأن زيارة الإمام الحسين للمرأة فيها إسعاد لفاطمة تصور ماذا تفعل معك السيدة فاطمة عليها السلام إذا كنت مديونا تقضي لك دينك وإذا كانت لديك حاجة تقضي لك حاجتك وإذا كان لديك هام وغنف العمل في الرزق في مسألة الشفاء بشفاعتها عند الله سبحانه وتعالى تقضي هذا كله لماذا؟ لأنه إذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله من أدخل السرور على قلب مؤمن أدخل الله السرور على قلبه في الدنيا والآخرة فكيف إذا كان هذا المؤمن هو السيدة فاطمة عليها السلام من أدخل السرور على قلب مؤمن عادي الله يدخل عليه السرور في الدنيا والآخرة لأنك أدخلت السرور على قلب مؤمن فكيف إذا أنت أدخلت السرور على قلب فاطمة سيدة نساء العالمين وأسعدتها مع هذا الحزن الذي تعيش فيه على ذبح الحسين عليه السلام ماذا يجازيك الله وماذا تجازيك السيدة الزهرى عليه السلام ما جزاء الإحسان إلا الإحسان نسأل الله سبحانه وتعالى من الزوجات والأزواج في مسألة زيارة الأربعين أن لا تصل الأمور إلى هكذا عنوين إن شاء الله تعالى وأن يتفاهموا فيما بينهم وأن يضعوا يعني مصيبة الحسين وحب الحسين برؤية جميع الزائرين والزائرات والسيدة فاطمة عليها السلام تنتظر جميع الزائرين والزائرات ومن علامات المؤمن زيارة الأربعين ليس فقط للرجال حتى للنساء وزيارة الإمام الحسين واجبة ليس فقط على الرجال بل حتى على النساء وأنت رجل تستطيع أن توفر له الظروف المناسبة أثناء الطريق برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام